هل التسنين صعب عليك المسألة شوية في الحراس ولا حراس المرمى كانوا برا الموضوع ده خلص لا كان في منهم طبعا أكيد بص يا سلام مش عايز أقول تسنين برضو أنا عايز أقول أن سنهم خلي بالك هقول نقطة مهمة جدا التفضل الاسورة دي بتديك بص بقى بتديك المستوى الرابع من 16 سنة و 8 شهور ل 17 سنة و شهرين تاني تتكلف 6 شهور أيوة من 16 سنة و 8 شهور ل 17 سنة و شهرين فهو بيممكن يبقى إيه 16 سنة و 11 شهر آه ويبقى جوه وممكن يبقى 17 سنة و شهر فهو ما بيعملوا إيه أي حد بيوصل لجريد فور بيستبعدوه بيستبعدوه فللأسف دخل عطل في بطل ودي لازم يشوفوه لحل طير من عندك كم حارس اتنين اتنين كنت بتفكر فيهم ولا كانوا بعيد شوية لا لا كان في واحد منهم موجود موجود كان ممكن يبقى أساسي مثلا أنا قلت لك الاتنين لعبوا الاتنين لعبوا الاتنين اللي كانوا معايا في المغرب لعبوا فلو كان موجود معايا كان ممكن يبقى موجود في المرعة فدي مش بتاعتنا ولكن برضو أنا في حاجات كده بتتقال يعني على الولاد خلاص بما بصراحة لأسولة ظلمت ناس في ناس أكيد سليم أنا عايز أقول لك العدد اللي تقلنا على المعسكر والقيمة تتكلم في عدد كبير جدا يعني الكابتون الكاس عامل حسابه مثلا في عدد معين تتكلم أكتر من نصه تشال نا مش أكتر من نصه لا نصه لا 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 والله لا 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 تلت تقريبا أقلم تلت برضو لو غاب عندك عنصرين تلاتة بيبقى موضوع باك انت بتلت المنتخل بيأثر بيأثر لا بص احنا خدنا على دماغنا احنا كل زروف بتاعت ماتش المغرب دي كانت أكيدنا خدت على دماغ اه رزع ورا بعض ورا بعض ورا بعض فهو وربنا مقدر لنا كده انما الحمد لله يعني ان احنا كنا محضرين من الاول خاصة كنت بتكلم في 56 لعي اول انضمام لك القوامل الاساسي كان 56 لعي لحد ما جيت قبل السفر للظروف مكانوا 28 بعد كده ما لقيتش قدامك غير رقم وانت الحمد لله قدرنا نكمل ونجيب ناس تشيل لان احنا كنا عاملين حسابنا على حاجات زي كده والحمد لله وفي الاول وفي الاخر انا رجع اقولك ان ربنا رضانا من عنده سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله ناس كتيرة ممكن تقولك كابتن احمد فوزي حارس الاهل السابق واحد من ولاد النادي الاهل بس لما راح البطولة معه حارس من الزمانك وحارس من زيد فين حراس الاهل انا اعرفك على المستوى الشخصي وعارف ان الكابتن احمد بيفكرش ابدا في قصة ده بيلعفين وده بيلعفين بس الجزاية دي اكيد تسألت عليها اه 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 في ناس كالة وشي والله بس انا والله يعني في الاول وفي الاخر دي بس توضيحا ان شاء الله يكون نصيب اللي انا هرجع اجيب لجوان من الاول وجديك تخالص اصلا انا لسه قدام البطولة في شهر 4 فانا هجيب الحراس كلها 24-25 اه في شهر ابريل 25 ان شاء الله اه اتمنى طبيعي ان انا يبقى عندي جون من النادي الاهلي خلي بالك اصلا هو الاندية اللي بتأسس حراس على مستوى مصر اهلي زمالك مقولين اه امبي امبي اسماعيلي اتحاد يعني دول الاندية اللي بتعرف تأسس حراس فانا مش هجيب حالس اه اسسه بمعنى انا عايز حالس يجي يلعب انا بتمرن كم يعني معسكراتي اسبوع كل شهر همرنه على ايه فلازم يكون بيتمرن في نادي كواس قوي انا بالنسبة لي شغري كله بيبقى تاكتكس وبفرجهم على ماتشاط وبفرجهم على شغلهم في التمرين مصبور انما مش هقدر اأسس فالتأسيس ده بيبقى من الاندية فغصبا عني انا بار مش انا اي مدرر منتخب بيروح للاندية الكبيرة اللي بتعرف تأسس حراس عشان ياخذ منها الحراس اه فطبعا اكيد ان اتمنى ان يكون في حراس النادي الاهلي معايا اذا كان يوسف صنديد او عمر النحاس او يوسف صلاح التلاتة اتفرجت على اتنين منهم للامانة يوسف صلاح اللي ما كان هوش نصيبني وبموجود معايا انما لسه الدنيا مفتوحة وانت عارف في السن ده التغيرات بتبقى كبيرة جدا التغيرات بشيئة 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 بش